السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين ستة تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح ينتقل لبرج العذراء وعنا خلو مسار طويل القمر رح يظل موجود في برج الأسد زي ما حكينا لغاية ساعات الصباح بعدها من ساعات الصباح في عنا خلو مسار من خلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لبرج العذراء بعدها القمر رح يظل في برج العذراء لغاية الساعة ثمانية وسبع دقائق من صباح يوم الخميس لينتقل القمر بعدها للميزان القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وسبعة عشر دقيقة من فجر اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر الآن موجود في برج الأسد عشان هيك بكون الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه مديا وعاطفيا بينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطف مع حبايبنا يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات أو نصائح أو مشهورات بشكل صحيح إمكاننا برضو خلال هذا اليوم تحزيز العلاقات مع أحبائنا وبرضو أبنائنا ويمكننا إنه نقترض بعض المال أو نستثمر أو نشتري مجوهرات ثمينة ومنكون جريئين من نرتدي الملابس الأنيقة نهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين وصلنا للزوايا الفلكية بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح نتكلم عنها هي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ثنتين و 11 دقيقة صباحا بثوقيت جريناتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعاندين غريبين الأطوار وتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف بدفعنا للعلاقات العابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفرق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 7 و 25 دقيقة صباحا بتوقيت جريناتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها تجعلهم مزاجية طباع وهذه الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين ومن زيادة الاحتمال وبرضو ممكن نتعرض البعض للحوادث برضو لا نحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 7 و 25 دقيقة صباحا بتوقيت جريناتش ورح يستمر لغاية الساعة 7 و 38 دقيقة مساء بتوقيت جريناتش يعني قرابة الـ 12 ساعة لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذراء هذا بيعني انه هاي الفترة الـ 12 ساعة فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل في فترة خلو المسار وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو طبعا هاي زاوية بدأت تأثيراتها يوم 2-11 ورح تستمر لغاية 11-11 دروتها اليوم الساعة 2-37 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا وبتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر تجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية بتدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الإنتاجات الفنية والموسيقية والإنتاجات الفنية اللي بتحقق نجاح في هاي الفترة خصوصا الأعمال اللي بتيجي بأسليب جديد مخالفة للأسليب المتداولة وبتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة وبيتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبيتغير إقاعهم وطريقة إلقاءهم وهذا الشيء بيحببهم للجماهير أكثر أما بالنسبة للانتقال القمر لما ينتقل للعذراء الساعة 37 دقيقة مساء فمن هذا الوقت من عود للجدية نولي المزيد من الاهتمام لصحتنا أكثر من خلال ممارسة أو البدء بنظام غذائي أو تمارين رياضية بتساعدنا في المحافظة على وزننا أو وزن مناسب منذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس في هذه الفترة نادرا أنهم بقدموا الدعم المالي أو حتى الدعم العاطفي لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هذه الفترة هذا أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين وشرب الكحوليات المهدئات المخدرات يمكن الحصول على حيوان أليف أو بداية رعاية حيوان أليف أو قراءة رواية أو كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعا لازم لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة وبرضو من كون متقلبين وغير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان أما من ساعات المسافة بصير عندنا البنكرياس، والأمعاء الدقيقة، الأعور، القلون، الجهاز الهضمي، الاثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس، اللي هي العيون، والأذنين بالنسبة لهذا اليوم طبعا لأنه في عنا خلو مسار طويل طيلة اليوم فما بنصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية أما بالنسبة للعمليات التجميل فأيضا نفس الشيء إذا كان ساعات النهار عندك الليل أو ما فيها خلو مسار اعمل عمليات تجميل ما في أي مشكلة ولكن في فترة خلو المسار ما بننصح في هذا الموضوع يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العدرة في ساعات المساء فخلو المسار القادم بيكون الساعة 54 دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس 9-11 وبيستمر لغاية الساعة 8-7 دقائق مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 23 يوم في تمام الساعة 10-17 دقيقة مساء بصغير 24 يوم نسبة الإضاءة 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحسه بنسبة 75% القمر في الأسد ورح ينتقل للعذرة ورح يظل في العذرة ليوم 9-11 منتحس بنسبة 90% الآن في ساعات الصباح بصغير منتحس بنسبة 60% أما في ساعات المساء بصغير منتحس بنسبة 40% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذرة حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 15% وبكمل طيلة النهار على هاي النسبة المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم من الآن ولغاية ساعات المساء ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا وجهة نظركم أو عصبيتكم على أحباكم هذه الفترة رغم هذه الأمور إلا أنها فترة إيجابية بتستعيد شراقتك وتسعر الكثيرين بحضورك الباهر والجو مناسب لتلبية الضعوات برضو باستطاعتك المبادرة في كثير من الأمور خلال هذا اليوم أما من ساعات المساء فأنا بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة طيلة النهار يعني من الآن ولغاية ساعة المساء ممكن تضطر للإهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها مش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أو حدث عائلي شوي يلفت انتباهك أما من ساعات المساء فهون بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيظل في نشاط اليوم بالاتصالات والتنقلات يعني طيلة النهار منكم أشخاص زي ما حكينا ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو سفريات قصيرة أو تنقلات كبيرة بتكون عندهم وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران وبتتمتعوا بسرعة بديها وخاطروا باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم وبظل في نشاط عالي جدا عندكم أما في ساعات المساء هنا بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرى عطل منزل أو حدث عائلي يلفت انتباهكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ما زالت الأجواء جيدة لا الأمور اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية اللي غالبا يبتيجي من عمل إضافية أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم بهاي الفترة ولكن لأنه في ساعات النهار في عنا خلوم مسار طويل فهنا بيصير فيه رغب للمجازفات المالية أو الصرف لفلوس أو بنكون عرضا للنصابين والمحتالين أكثر فعشان هيك بدكو تنتبهوا من هاي المسائل اليوم ممكن تعالجوا واستحقاق مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال وبدكو تدقيقوا بكل التفاصيل أما من ساعات المساء فهنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات أهم شيء برضو أنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات تحذروا أثناء حركتكم قيادتكم للسيارات وأثناء نقاشاتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيظل الأجواء جيد اليوم فيه نشاط وفيه حيوية ولكن عشان فيه خلوم مسار الشك أو العصبية وردات الفعل بتسيطر عليكم شوي بيظل الأجواء الاجتماعية دعم والأجواء العاطفية دعم لإلكم ولكن حاولوا أنكم ما تبدأوا بأي شيء جديد وما تتخذوا قرارات حاسمة خلال هذا اليوم بظل في عزيمة وبإمكانكم تسيطروا وتحققوا نجاحات جيدة أما في ساعات المسافة بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضيع برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا لليوم الثاني على التوالي القمر موجود في بيت المتاعب ولآخر يوم ولكن بظل التعب مسيطر عليكم طيلة النهار وخصوصا لأنه فترة خلوم مسار حاولوا تنظيم أموركم حاولوا أنه تلتزموا الصبر والصمت اليوم يعني لأن الأجواء ما بتتحمل أي قرارات أو أي تسرعات أو أي أمور فيها عصبية وحدية أي شخص بوعدك بشيء اليوم ما تأخذ بكلامه عادي جدا أنه يغير كلامه أو يخذلك فعشان هيك حاول أنك تسيطر على حالك قدر الإمكان انتبه لصحتك وحاول أنه ما تخلى القلق أنه يسيطر عليك أما من ساعات المساء فهنا خلص القمر بيوصل عندكم تمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسبك وتناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه اجتماعيا اليوم برضو بظل في فرص للقاء بعض الأصدقاء أو تعرف على أشخاص جدد أو اتصال مفاجئ أو اجتماعي بيجي بمفاجئ أو بيكون لك دعوة فيه وبرضو ممكن تتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وبتقدر اليوم تستعين بأي حد من معارفك إما لاستشارة أو أنه يساعدك في مسألة ما وفي نوع من أنواع التحالف الكبير ما بينك وبين معارفك أما من ساعات المساء هنا القمر بصير موجود في بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد لا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا اهتمامكم على سمعتكم على مصالحكم على علاقاتكم مع مسؤولينكم هاي أكثر شيء رح يكون اليوم هو العامل الأساسي والبعض المسائل العائلية فعشان هيك حاول أنك تتم بمصالحك داوم بوقتك خلي علاقتك جيدة مع المسؤولين إذا أنجزت عمالك وتممتها ممكن تكرم اليوم ولكن حاول أنك ما تبادر بأي شيء جديد ما تتخذ قرارات حاسمة ما تتصرع وما تخالف القوانين عشان ما تشوه سمعتك أما من ساعات المساء فأونا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء بتصير يعني شوي إيجابية أكثر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم نشاط عالي جدا من الآن ولغاية ساعات المساء بتنشطوا بالسفريات البعيدة أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب بعضكم ممكن يبدأ دورة دراسية أو عنده امتحان الأجواء جيدة ولكن اللي عندهم امتحانات أو مقابلات ما يعتمدوا كثير على الحضوض بدهم يستعدوا بشكل جيد وبرضو بظل في نوع من أنواع الرغبة في التقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم بظل في أجواء إلها علاقة بالفلسفة أو بالدين أو نقاشات في هاي المسألة على كل المستويات بظل الأجواء إيجابية ولكن ما تبادر بشيء جديد إذا كان عندك سفر تفقد أمتعتك وأوراقك وروح يبل الموعد أما من ساعات المساء فهنا بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنه تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركي يعني كل مال معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين زوج زوجي هاي كلها أموال مشتركة حتى الميراث هاي أموال مشتركة اليوم رح تهتم بهاي المسائل حتى إنه بظل فيه فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو مستردات أو بتطالب بحقوق لا إلك خلال هذا اليوم ولكن بدك تحذر من أي شراكة مالية جديدة وخصوصا إنه في عنا خلوم مسار مرضو اليوم ابعد عن المشاكل والخصام والنقاشات الحادة والتهور المالي أيضا بظل فيه فرص مالية ولكن ما تبدأ بمشاريع وقرارات مالية ممكن ما تكون لصالحك أما من ساعات المسافة هنا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر ظل موجود مقابلكم تماما شراكات المال والعاطفة وبظل الأجواء جيدة فيها نوع من أنواع هيك الأجواء المناسبة لا القيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أو مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الزوج أو الزوجة ولكن حاول أنك ما تنفعل حاول أنك ما تعصب ما تتوتر ما تجادل ما تدخل بأي صدامات لأن طاقتك ضعيفة والمشاكل ما رح تكون يعني أنت الخاسر منها فضبط الأعصاب مطلوب وراقب صحتك أما من ساعات المسافة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اللي بظل التركيز على العمل والصحة طيلة النهار فعشان هيك انتبه لأعمالك حاول أنك تدقق بتفاصيلها عشان ما تقدمها ناقصة أو فيها بعض الأخطاء لأنه في عنا خلوم مسار انتبه لصحتك ممكن يكون عندك مراجعات طبية أو فحصات اليوم أو أدوية أو أشياء من هذا القبيل فبدك تهتم بصحتك بشكل جيد حاول أنك تهتم بالأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر وانتبه لغذاءك وراحتك أما في ساعات المساء فهنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات وما ضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر